إيه هي بقى علامات عدم استقرار نوم الطفل ليلاً؟ يعني إيه؟ يعني ممكن الطفل يكون نام دخلناه نام في قط و أنا هنا بأتكلم على كل الأعمار على فكرة تمام؟ لكن الطفل ده قلق كتير بالليل يعني ما كانش نايم نوم منتظم هو نايم أو نوم ليلي لكن أولاً لم يتحقق فيه التلات مواصفات مش إحنا قلنا نوم يعني نوم يعني أنه يبقى نايم ما يبقاش صح ليلي يعني بفترة بالليل منتظم فهمتوا قصدي؟ طيب إيه بقى علامات عدم استقرار نوم الطفل بالليل؟ فيه علامات محددة كده أولها إيه؟ قلة التناسق بين إدين الطفل وعنية قلة التناسق عن الشكل المعتاد هتقولولي يعني إيه قلة التناسق؟ قلة التناسق دي هضرب لكم مثل مالوش علاقة بالأطفال لما يجي حد من الكبار مش كبار المقام والسن يعني لا أي حد مننا يعني يجي مثلا يسمع يلضم إبرة يمسك الإبرة كده ويمسك الفترة كده عايز يدخل الفترة في الإبرة صحي؟ صحي كده؟ فاكرين الحالة بتبقى عاملة إزاي؟ كلنا يعني بلا استثناء إذا صدفت يعني واللي ما صدفدوش يعني وأنا أعتقد أن دي حاجة صدفة الكل يجربها خلاص؟ تخيلوا بقى أنه هذا المثل اللي هو معقد لا أنا أتكلم بقى على حاجة أبسط إن إحنا مثلا بنحط الطبق ده مثلا على السفرة خلاص؟ فتلاقوا الطفل قلة التناسق بين العينين والإيدين تلاقيوا يروح حاطة كوباية أو حاطة طبق بطريقة يأما أن الحاجة دي تقع أو تبقى على وشك السقوط نقول له مثلا إيه؟ هات الحاجة الفلانية مثلا يفتح الدرج ده وهاتها من الدرج بتاعك اللي حاطين فيه مثلا لعبة أو حاطين فيه ورق بنلون فيه أو حاطين فيه كذا فنبص لقيه وهو رايح مثلا عشان يفتح الدرج ده تبص لقوه يخطئ في الإمساك بالمقبض يعني ما يمسكوش من أول مرة فإحنا نقول الله هو فيه إيه؟ هو الولد ده فيه حاجة في عينه ولا إيه؟ وماله يعني لو إحنا كنا مركزين بقى مع الطفل لما يجي يأكل تبص لها مثلا لو بيأكل تبص لها الأكل إيه؟ شفتوا اللي عملت إزاي؟ راح المعلقة راحت ناحية الخد مرحتش مباشرة في الفم هيا دي طبعا دي نمازج يعني النمازج لا تنتهي من قلة التناسق بين اليدين والعينين خلاص عن الشكل المعتاد يعني الطفل ده متعود إن إحنا نقوله وهو ماشي مثلا هو خبط في حاجة وهو ماشي معين الحاجة دي ما تحركتش من مكانه خلاص؟ فعشان كده بقولكم مش بس الإيدين يعني الإيدين والأقدام والكلام فيه قلة التناسق فيه عدم ضبط يعني الطفل ده مش مظبوط سواء بحركة إيده أو حركة رجله خلاص أو علاقة إيده دي بالفم أو علاقة رجله بالتحرك لمكان معايق وهكذا يبقى دي لو حصلت بتلاقوا إن الحاجات دي معتادة الظهور قوي في اليوم التالي من إن الطفل ما ينامش فيه كويس هتقولوا لي يا الحكاة دي بتحصل باليوم أقولكوا آه يعني ممكن يوم واحد الطفل ما ينامش فيه كويس تلاوه تاني يوم يبقى كده على طول خلاص؟ طيب إيه تاني من علامات عدم استقرار نوم الطفل بالليل؟ قلة التحكم في حركة اليدين والقدمين يعني زي ما قلتلكم كده من شوية يبقى مثلا ماسك حاجة الحاجة دي تقع منه أو تبقى أو لو افترضنا مثلا أنه ماسك كباية كباية مثلا فيها مية مش عايزة أقول حاجة تانية يعني حاجة سخنة ولا حاجة بعد الشر عليه خلاص؟ فتلاوه مثلا ماسك الكباية أهو أنا ماسك الكباية هاي الحمد لله بأتأكد بس إنها فاضية تمام؟ فيبقى ماسك الكباية فتلاوهو مثلا عامل كده هو مش هو مش مدرك إنه هو عملها كده هو مش واخد باله إنه مثلا ماشي برجليه أو واقف فتلاقيه مثلا إيه وهو طالع سلم ولا طالع على السرير أو رايح من مكان لمكان سلم لاوز يتلخفن أو يختلط عليه الأمر ترجمة نانسي قنقر